ودحكة عن الفقر الفقر هو حالة اجتماعية بتدرس امكانية الافراد لتقدر تاخد مكتسبات الحياتية منها الصحة والتعليم والسكن والغذاء هاي دي مقومات لا يقدر الفرد يكفي او يستمر بالحياة تاعته هاي دي نحن باللبنان وبمعظم الدول العربية منعين منه هذا الموضوع لانه في مجتمعات بالدول العربية بتعيش بقل منgu tiver هيدا بقدي هيدا ane هذا له نتيج منتاجه البطالة المستشرة نحن عانها بالدول العربية اللي ما بتلاقي ولا مواطنة عربية او لبناني مثلا اللي ما بتسأله بقلك انا بهجر برات لبنان انا ما بتلاقي شغل الشغل هو اللي بمكنك هو اللي بعطيك حرية لتقدر تستمر بحياتك لانه هو اللي ما تخولك هو اللي بخليك تتعلم هو اللي بخليك تفوط على المستشفيات واللي بيخليك تسكن تتزوج هذا كل اياته من ورا فرصة العمل اللي انت بتحصل عليها كل ما هو فيه بطالة زيادة بقلب المجتمع اللبناني كل ما هتلاقي فيه فقر اكتر بالمجتمع اللبناني وهذا الموضوع مش بس بنعكس على الفرد بنعكس على المجتمع كل اياته لانه اذا فيه بطالة كتير بالمجتمع معين او المجتمع اللبناني وفيه فقر كتير بالمجتمع اللبناني ستكتشف أن نوعية الصحة أو المستشفات ستتراجع نوعية التعليم ستتراجع نوعية الغذاء ستتراجع نوعية الوعي عند الفرد ستتراجع وهذا سيأثر على المجتمع ككل ممكن أن يأتي إلى تفسخات إلى زيادة الجريمة بالمجتمعات أول خطوة لمحاربة الفقر في المجتمع اللبناني هي خلق فرص عمل عبر سياسات اقتصادية لازم تقوم فيها الدولة أو الحكومة لتفتح مجال لهذا الشاب أنه يقدر يشتغل ويأنتش ببلده لا يقدر يكفي حاله أنا هيدا رأيي بين الفقر والبطالة